بلغ إجمالي كميات الخبز التي باعتها المخابز خلال اليومين الماضيين 30 مليون و 300 ألف رغيف بالتزامن مع انخفاض درجات الحرارة وهطول الأمطار بحسب نقيب أصحاب المخابز عبدالإله الحموي وارتفع معدل الطلب اليومي على شراء مادة الخبز 50% مقارنة بالأيام الاعتيادية ليرتفع من 10 مليون و 200 ألف رغيف يوميا إلى 15 مليون و 100 ألف رغيف وارجع الحموي زيادة إقبال المواطنين على شراء الخبز إلى توقعات دائرة الأرصاد الجوية بخصوص المنخفض الجوي الذي تتأثر به المملكة حاليا ودع الحموي المواطنين إلى عدم التهافت على شراء مادة الخبز والاكتفاء بالتزود بما يغطي استهلاك يومين نظرا لتوفر هذه السلعة على مدار الساعة